بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج المبارك نتحدث فيه عن آية من كتاب الله يقول ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آيات الإنفاق التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً جاءت هذه الآية تزييل لهذه الآيات الآمرة بالإنفاق ويمكن فهم الآية في سياقها بأن الإنفاق في سبيل الله وعدم الاغترار بكلام الشيطان ووعوده هو الحكمة ويمكن أن تفهم الآية الكريمة على إطلاقها وأن الحكمة هي خير كثير وأن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من يؤتيهم الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً يعني أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالحكمة يختار من عباده من هو أهل لأن يمن عليه بهذه الحكمة وما هي الحكمة؟ الحكمة هي العلم والعمل على مقتضى العلم الحكمة هي الرشد الحكمة وصف جامع لجوامع الخلق الحكمة هي الرفق الحكمة هي اللين الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الحكمة أن تكون حيث أرادك الله وأن تمتنع حيث نهاك الله سبحانه وتعالى فالحكمة وصف جامع للأخلاق كلها بل هي قمة الأخلاق وجوامع الخلق كما يقول علماء التفسير وآئمة الدين فمن الحكمة أن تفهم الأمور على نصابها وأن لا تتصرع في الحكم على الناس ومن الحكمة أن تضع الأمر في حقه وأن لا تظلم أحد ومن الحكمة أن تكون رفيقاً مع الخلق أن تكون رفيقاً مع عباد الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وفي رواية ما لا يعطي على العنف وإن الله سبحانه وتعالى أمر بالرفق وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة الحكمة أن تفكر وتصل إلى القواعد الحسنة وإلى العلم وأن تعمل بهذا العلم الحكمة أن تكون دائماً القرب من الله سبحانه وتعالى دائماً التوكل عليه دائماً الذكر له دائماً الخبوط والخشوع له فتكون بذلك قريب منه سبحانه وتكون بذلك محطاً لحكمته فيختارك الله سبحانه وتعالى من بين عباده ويقزف الحكمة في قلبك وينعم عليك بالبصيرة النافزة والعقلية المنيرة التي ترى الحق فتسعى إليه وترى الباطل فتنصرف عنه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب لا يفهم معنى إيتاء الحكمة ومعنى حصول الحكمة في قلب العبد إلا ذوي العقول إلا ذوي الألباب والعقول الحاضرة المنيرة الذين أنعم الله عليهم بالرضى والرضوان وبصرهم بحقيقة الإيمان يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم اجعلنا من من أفط على قلوبهم بالحكمة والبصيرة وأنعمت عليهم بالإيمان واليقين ورضيت عنهم وأرضيتهم وجعلتهم محط نظرك من عبادك ومحط قبولك يوم القيامة اللهم اجمع بيننا وبين سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته